اشتركوا في القناة خفيف الوزن ولكنه عالي الاداء وعالي السيعة غير قابل للغرق ومسمم بقاعدة هيكل صلبة متصلة بانابيب هواء جانبية يتم نفخها بالهواء الى ضغط مرتفع لاعطاء الجوانب صلبة مرنة على طول جوانب القارب وتستخدم القوات الخاصة او الضفادع البشرية هذه القوارب في المهام السريعة بالاضافة الى القيام بادوار الدوريات ونقل القوات بين السفن او على الشاطئ وقوارب النجاة تعتمد سرع القصوى للقارب على وزنه الاجمالي وقوته وطوله وشكله الجانبي وظروف البحر من المحتمل جدا ان تبلغ سرعة القارب ثلاثون عقد في الثانية مع ستة ركاب والتي تمتلك مصر ثمانية وعشرين قاربا منه مصر التي تبرع في صناعات عسكرية بدأت تخوض سباق المنافسة العالمية بين الجيوش سيما الانجاز العسكرية البحرية الذي يجعلها محور الضوء والاهتمام بما في ذلك الحادث عن انطلاق الجمهورية الجديدة التي تحدث بها السيسي ولكنها ايضا تعمل على تطوير قدراتها ليست العسكرية فحسب بل الاقتصادية ايضا من خلال مواكبة التطورات في الساحة العربية والعالمية